يقول الوالدة تأخذ أدوية قبل الفجر وتصلي وتنام لأن الأدوية تؤثر عليه تسأل تقول هل يمكن أن تأتي بأذكار الصباح قبل أذان الفجر الجواب لا الجواب لا لماذا؟ لأنه ما دخل الفجر وهذه أذكار مؤقتة لكن إذا أذن الفجر وأعتقد الوالدة تكون صاحية لأنها تصلي الفجر إذا أذن الفجر تبدأ بأذكار الصباح فالراجح من أقوال أهل العلم أنه من أهل العلم يرى بأن أذكار الصباح بعد الفجر أو بعد شروق الشمس لا الراجح من دخول وقت الفجر يعني من الأذان الذي يحرم على الصائم الأكل والشرب فيه تبدأ الوالدة تأتي بأذكار الصباح والحمد لله تكون قد حصلت الخير في أذكار الصباح وأيضا في صلاة الصبح مع سنة الصبح